منصبع لعراكم مرة تانية المشهد الرئيسي والمشهد المعتاد يعني دايماً بنشوفه في شهر رمضان ونتمنى طبعاً نشوفه طول أيام السنة هو مشهد يعني إمساك الناس بالمصحف الشريف وقراءة القرآن مشهد ده بتشوفه في الأوتوبيس في وسائل النقل العام فمع الناس اللي شغلها في مهن كتير فأي حد ربما يعني إيه بيقص تقطع كده وقت من أوقات اليوم تلاقيه ميساك المصحف وقراءة فيه مشهد من أجمل المشاهد اللي ممكن تشوفها خلال أيام الشهر الكريم في أيام هذا الشهر الفضيل بيكون في حرص كبير من كل الصائمين على تلاوة القرآن الكريم كلهم بيتقربوا إلى الله عز وجل بختم المصحف الشريف بعض الناس عندها القدرة إنها كمان تختم المصحف يا منا أكتر من مرة وبنشوف ده كمان وخصوصا في الناس الكبيرة في السن اللي يعني عندهم قدرة كبيرة على العطاء في الحتة دي أكيد في ناس كثير أوي محتاجة تعرف أداب تلاوة القرآن الكريم إزاي نقدر نتدبر المعاني العظيمة الموجودة من خلال القراءة الهدية من غير استعجال عشان نقدر يكون لنا ثواب مضاعف من قراءة القرآن في نهار رمضان خلينا نتكلم في تفاصيل أكتر عن كيفية وفضل قراءة القرآن الكريم وثواب ختمته في شهر رمضان من رحب الشيخ عبدالقادر الطويل عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أهلا وسهلا بحضرتك من ورنا ومشرفنا صباح الخير صباح الخير لكل مشاهدين وكل عام وأنتم بخير طيب الصائم دايما بيبقى الأغلب الأعام حريص على قراءة القرآن أثناء الصيام في أداب معينة لقراءة القرآن في نهار رمضان بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد قبل ما نتكلم عن الأداب اللي ممكن نتعامل بها مع القرآن هو لابد في شيء كتقدمة أو توطئة لده إن زي ما حضرتك فتفضلت وقلت في الدخلة بتاعت حضرتك الناس بترتبط مع شهر رمضان تبدأ إنها تلتزم أو تقطع وقتها أو تخطف وقتها كده حتى لو في الموصلات لإعتقادهم الجميل إن رمضان شهر القرآن وده بالفعل حقيقي لكن ده لا ينسينا إن القرآن لابد أن يلازم المسلم في كل وقت وإن رمضان ده بيكون فرصة إن أنا أعود نفسي أرتبط بالقرآن عشان أستمر على ده بعد رمضان مش بس إن رمضان ييجي أو أم طلع المصحف بتاعي مسحه من التراب اللي كان علي طول العام ثم بعد رمضان أحطه في نفس الرف تاني وأستنى رمضان اللي بعده ده لو ربنا أحياني لرمضان اللي بعده فبداية في هذا الكلام إن حاب نقول إن رمضان خصة بالقرآن للآيات الكتير اللي دلت على ده ربنا سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وربنا سبحانه وتعالى قال إن أنزلناه في ليلة القدر نزل على أقوى المفسرين نزل من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة أو نزل من اللوح المحفوظ على سيدنا جبريل في السماء الدنيا ثم سيدنا جبريل لا ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يؤمر أن ينزل به وعلى اختلاف التفسير في هذا الأمر لكن ففعلا رمضان هو شهر القرآن ارتبط به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن ويعرضه على جبريل لمتابعة الأحكام التي فيه في كل رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما أثر عنه ورؤي عنه في الحديث الشريف كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن فلرسول الله أجوده بالخير من الريح المرسل فبالتالي إحنا مرتبطين في رمضان بالقرآن لكن ده لا ينسينا أبدا أن إحنا نرتبط به وتكون دي البزرة بتاعتنا طول العام أن إحنا نمشي عليه طب إيه بقى فضل لقراءة القرآن في شهر رمضان هل ربنا خص القراءة أو الآيات بثواب معين خلال أيام الشهر الكريم لا شك أن ثواب الأعمال عموما في الأوقات والأماكن الصالحة أعلى من غيرها في تضاعف بالضبط خاصة في رمضان إن الأعمال فيه وهذا شهر زي ما قلنا شهر القرآن فالثواب فيها تضاعف ليس لقراءة القرآن فقط لكن أعظم الأعمال والخير يحفها من كل اتجاه هي قراءة القرآن تجد التدبر له أجر والقراءة لها أجر بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الجميل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرع طب واللي مش ماهر بالقرآن اللي هو بيقرأه هو صعب عليه والذي يقرأه ويتتعتع فيه له أجره أجر هو شق على نفسه حاول يقرأ وأجر القراءة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسن والحسنة بعشر أمثاله بحسبة بسيطة كده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بحسبة بسيطة زي ما بنقول متوسط الصفحة بقى خمساشة سطر السطر مثلا في حوالي تلاتين حرف أو كذا فإضرب دولف بعدها يطلع لك حوالي ربعمية وخمسين حرف في الصفحة الوحدة إضرب في عشرة أربعة تلاف وخمسمائة حسنة والله يضعف لما يشاء ده صفحة واحدة بتقرأها في دقيقة ودقيقتين لذلك الناس السواب بتاع القرآن مضمون وإن كانت ما بتتحسبش كده يعني ما أنا بقوله احنا بنقولها بشكلنا كده للتقريب لكن هي طبعا يعني الله يضعك لما يشاء ربنا تقبل لأن ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا بالفضل وليس بالعدل لكن أنا بديك الحزبة اللي أغلب الناس بتحتاجها عشان تشبع نفسها وفي ناس بتحسبها كده وده حلو لأنه ما يعرفش اللي وراء الثواب إيه وإن ربنا ممكن يضعف لسبعين أو سبعمائة ضعيف كل واحد ودرجة قرب من ربنا لكن خلينا بقى في أدنى مرة بقى بقى ضاعف الكلام ده ما احنا قلنا الصائم يعني مع الصائم هو الصيام في حد ذاته مرتبط وعبادة لها أجر عظيم عند ربنا لكن مش مرتبطة بأن الصائم يضاعف له ثواب الأعمال الأخرى لا الأعمال نفسها قد يحاسب الله عز وجل للعبد على عمل وبنيته يضاعف له غيره ممكن ياخد أجره بس فتي حاجة بين العبد وبين ربه لذلك الصيام نفسه كله نفحا وإذا أخلص الإنسان للعبد لأن الصيام نفسه هي عبادة إخلاص في عبادة كده اسمها عبادة الإخلاص تتبلور وتتأكد في الصيام نفسه ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذب يعني ده حسابه عندي بقى محدش إيه يدور فيه في بعض العبادات زي القرآن ربنا حدد ووضح لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الثواب أو حاجة تقريبية توضح لنا هيئة الثواب لكن في حاجات ربنا تكفل بيها وجعلها مستورة زي الصبر ومثلا زي الصيام فالحاجة اللي ربنا يبهم الثواب عليها تأكد أن ثوابها مش هتارف تستوعبه لذلك يعني من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى علينا شهر رمضان نعمة الصيام ونجعل القرآن يعني له المكانة دي خاصة ومرتبط برمضان فربنا سبحانه وتعالى يجعلنا دايما من أهل القرآن ومن أهل رمضان اللهم أمين طيب خلينا نقول كده فواية دنيوية لقراءة القرآن الكريم يعني مده بإحنا قعدنا بقى حسبناها وقعدنا نقول عشرة في خمستاشر والله يضعش لمن يشاء خلينا نقول بقى قوة الذاكرة بتنعكس على المسلم في قراءته للقرآن قوة اللغة العربية لما بيجي يتأمل في معاني اللغة والبلاغة اللي موجودة ايه تاني ممكن نقول ممكن المسلم بيكتسبه من قراءة القرآن زي ما قلنا مش هنرتبط فقط دلوقتي بالفوائد الأخروي الفوائد الدنيوية اللي بتنعكس وده في وجهة نظري بتنقسم لناحيتين نحية روحية وراحة نفسية بيكتسبها الإنسان ونفسية وده بتتمثل في حاجات كثير الإنسان لما بيجي نفسه مخنوق أو مداء ويقرأ كده بتماعون يتوضى كده ويقرأ بتفرق معاه ودي كل واحد فينا بيشعرها الناحية بقى من ناحية العلمية كمان زي ما حدك قلت سابة علمية إن حافظ القرآن لا يغيب عقله اللي ملتزم من القرآن أنتو العمره ده مهما كبر في السن عقله لا هذا الزاكرة بتقوى اللغة العربية بتكون قوية عند الأطفال اللي متعلم من خلال القرآن لذلك لما بنيجي عاوزين نخلي أولادنا يتعلموا القراءة بسرعة تربطه بالقرآن وإنه يكتب اللوح اللي بيحفظه إنه يحافظ عليه تستهجال وتعلمه دي كسرة ودي فتحة من خلال آيات القرآن يثبت في ذهنه واللغة العربية تكون قوية لأنه بياخد القرآن بإعرابه ما فيش مجال للخطأ فبالتالي لما يقس القواعد اللي قرأها في القرآن على أي مقال بيكتبه أو أي درس بيحفظه أو أي حاجة تخص اللغة أو غير اللغة بيلاقي نفسه ماشي صح لو قوح في أي حاجة مع أي حد في اللغة العربية هيطلع هو اللي صح فدي فوائد كتير جدا بجانب الفوائد اللي ربنا سبحانه وتعالى قوة نفسه وشجاعة وثقة بالنفس بيكتسبها للمسلم مع مدومة قراءة القرآن عارف إنه ما فيش حد له إيد عليه غير ربنا بالضبط لأنه طول ما هو ماشي بيقابل الأحداث إن ربنا سبحانه وتعالى يدافعنا الذين أمنوا بيقابل وكفى بالله وكيلة وكفى بالله حسيبة بيقابل ولا يخشون أحدا إلا الله بيقابل حاجات كتير تجعله بيعرف معنى التوكل على الله بمعناه الحقيقي مش مجرد كلمة بتتقال خصوصا لما احنا بنحط إيده على معاني الآيات خصوصا لما احنا بنوقفه على المعاني الصحيحة والأحداث وأسباب النزول وتعامل الصحابة كل ده بيفيدنا ويساعدنا في تربية أبنائنا لذلك اشتهر على ألسنة المربين خصوصا بتوع التنمية البشرية واللي بيعلمونا ازاي نربي أولادنا بيقول لك علموا القرآن والقرآن هيعلموا الباقي صحيح يعني في علم الإعلام في حاجة اسمها الرسائل المباشرة والرسائل غير المباشرة القرآن يأمر وينهي في بعض الأحيان ويسرد القصص في أحيان أخرى أتكلم هنا عن الحديث غير المباشر أهمية الاستفادة من القصص والعبر المستفادة من القصص القرآني في شهر رمضان زي ما حضرتك قلت في رسالة مباشرة وغير المباشرة غالبا الرسالة المباشرة ممكن ما توصلش لـ 30% من الأسر بتاعها بالزبط كثيرا لما يجي قدامي حدث وأنا أشوف المقدمات والنتائج بتاعته قصة بالزبط وقصة حتى قصص اللي ربنا عقبهم بسبب سوء أدبهم قصص بني إسرائيل في التعاند مع الأهبياء قصص قوم عاد قوم ملوت قوم صالح الأحداث دي لما تمر قدامنا كأحداث أنا مش موجه ليا يعني أنا مثلا لما يكون في خطبة من الخطب ونوجه رسالة نقول مثلا في الخطبة دي إن الظالمين وكذا أو إن لو عملت كذا ربنا هيعمل فيك كذا كل واحد يقعد يقول مع نفسه لا أنا الحمد لله مش من الظالمين أنا مش كذا لكن لما أقول في موقف مثلا ممكن يحصل واللي بيعمل ده ربنا بيعاقبه بده أنا ما بوجهش تهم الحد لكن هو لما يسرد الأحداث قدامه يبدأ يستشعر ده فلما توجه له أمر مباشر وكأنه اتهام أو كأنه أمر فالنفس البشرية طبيعتها نمرضة شوي ما بيحبش يتقبل الأمر أو صعب غير لم أقوله مثلا أنا صبر وشوف قصة موسى وسيدنا الخضر قصة مش عارف يو سيدنا يونس يعني تديله المثال هي فعلا كده الرسالة الغير مباشرة أبلغ في الأثر من الأمر المباشر لذلك القرآن كله تربية بأنه أغلبه أحداث يروي عليك أحداث السابقين وحتى أحداث اللهيب وحتى الأحداث القائمة وحصل كذا واللي بيعمل كذا بيكون ثوابه كذا واللي بيعمل كذا غلط بيكون عقابه كذا ربنا بيغضب عليه ربنا بيعقبه ما بيوجه لكش أن انت لو عملت أنا هعمل إلا في مواطن معينة ربنا سبحانه وتعالى بيشد فيها لأنه بتكون من الأهمية بمكان وربنا سبحانه وتعالى دايما بيربي فينا هذه النقطة حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان لما يشوف حاجة غلط حتى من أحد الصحابة كان يطلع على المنبر ويغطب يقول ما باله أقوام اللي يفعلون كذا وكذا لكن يشهر بحد ولا يوجه قبر مباشر رغم أنه عارف الفاعل لكن كان ده أبلغ في التعبير وأحرص على غيره وأحرص على صاحب الزن بنفسه فبالتالي أجمل شيء تربوي ممكن تقابله في آية القرآن بل أن الأساليب التربوية الحديثة كلها مستمدة من أساليب القرآن وأتى حتى أي حد يقدر ينزع في ده طيب بندخل السباق الرمضاني كل واحد عنده عشم في ربنا وعنده عشم أنه هو ياخد أكبر قدر ممكن من الحسنات بيبقى مهتم جدا أنه هو يقرأ القرآن وأنه يختم القرآن إن لم يستطع إلا مرة واحدة بيبقى الواحد زعلين عايز يقرأ القرآن ويختم القرآن مرتين وتلاتة ولو يقدر كمان أكثر نقرأ القرآن إزاي؟ يعني بنقرأ كده بسرعة 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 عشان نقدر ندخل العدد اللي إحنا نفسنا فيه ولا قد يكون مرة واحدة لو ربنا كرمنا وإدنا أنه نختم القرآن فيها تكون فيها ثواب أكبر بكثير من القراءة مرات متعددة باستعجال وبلاهواجه هو سؤال جميل جدا وبينا تسأله كتير وكويس أن حضرتك طرحته لأنه هيفيد ناس كتير فيه فيه ناس بتقرأ اللي هو يقولك ما تقرأش بسرعة قوي عشان خطر أنت لازم أنت كده تاخدش أجر القراءة ومين قالك أي تعامل من رحمة ربنا بينه ومن نعمه علينا أن أي تعامل مع القرآن له أجر اللي بيتدبر حتى من غير ما ينطق له أجر التدبر وليه عبادة اللي بيقرأ ولو بسرعة مستعجل عايزي خلال زي بنتي بتقولي عايزي يحصل أكبر عدد ده له أجر اللي بيقرأ بتدبر وبفهم ده له أجر وأجر التعبد يعني له أجرين أجر والله يضاعف اللي ما يشاء لكن ما أقدرش أقول اللي بيقرأ بسرعة ده لأن أصلا في قراءة اسمها عند القراءة اسمها قراءة الحدر لأن القراءات مراتب في حدر وفي تدوير وفي تحقيق وفي ترتيل طبعا فدلوقتي قراءة الحدر دي هي أسرع قراءة يعني مثلا ممكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الديني إياك نعبد لكن بشرط أنه ما يخلش بالأحكام التجودي اقرأ بسرعة على قد ما تقدر زمان تعاوز لكن مش تدرجة أنك تاكل الحروف لأ حقق الحروف لازم بصوت منطوق يعني الصوت يبقى طالع ما ينفعش الناس تقرأ بعنيها أنا مثلا بقرأ القرآن بعيني مش بتلفظ هو دي اللي أشرنا فيها لسه قبل ما نقول أن فينا حتى التدبر بالعين أنا ممكن أغمض عين كده ومرر صورة الفتحة على قلب هل دي قراءة هي ما تعتبرش قراءة لكن اسمها تدبر أيوة للأسف هي ما قدرش أقول أنها قراءة يعني واحد فتح مصحفه بيخلص الصفحة دي لكنه مش بعنيه بعنيه من غير الصوت لا على الأقل ينطق يسمع نفسه على الأقل دي اسمها قراءة لذلك العلماء اتفقوا على أن اللي بيقرأ بقلب في الصلاة لا تجزئ لأنه ما قرأش مع أنه مر القرآن على قلب بل أنهم حتى اختلفوا في صحة صلاة من يسمع نفسه ولا لابد حتى يرتفع صوته حتى يسمع من بجواره بس إحنا عندنا ركعات بتبقى سرا وركعات ليس سرا بس أنا أقرأ أسمع نفسه الهمهامة زي ما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن وهكذا إنما ما قرأش بعيني دي مش قرأة لكن هل مالوش سبب؟ لا طبعا طب إيه هي الأداب المستحبة لقراءة القرآن؟ يعني الوضوء هل بعد الصلاة؟ هل قبل الصلاة؟ هل في الجامع؟ يعني ما هي الأداب المستحبة لقراءة القرآن الكريم؟ الأداب المستحبة أنا باختصار شديد كده ومن غير معقدة على الناس أي؟ أنا هتكلم هقرأ كلام ربنا يعني ربنا هيكلمني لذلك قالوا من أراد أن يكلم الله فليصلي ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن فأنا دلوقتي أعتبر أن ربنا بيكلمني شوف أنت حابب ربنا يشوفك على أي هيئة قاعد بقى أحدت رجل على رجل لو أنت رجلك فيها تعب ومحتاج تحط الوضع ده مفيش مشكلة لكن القصد أن أنا معملش هيئة تكون منافية للأدب بتعمد لكن واحد تعبان وعايز زير قدوا بيقرأ مفيش مشكلة فيه واحدة في بيتها مثلا وهتقرأ وهي قاعدة مفيش حد من غير المحار الموجودين وهتقرأ وهي شعرها مكشوف مفيش مشكلة لكن الأفضل أنها تكون في أبهى صور وكأن هي راحة زيارة مهم لابد طبعا يكون بتوضيء وفيه خلاف بين العلماء في هل القراءة بدون وضوء تصح ولا لا والجمهور على أنه لا يصح القراءة أو أمس المصحف بدون وضوء لكن بعض العلماء أجازة ذلك بدون وضوء ولا بدون تهارة لا يمسه إلا المتهارون هي الوضوء ليه تهارة لا أصلا فيه حدث أصغر وحدث أجل أيه فالطهارة من كلاهما تسمى طهارة فأنا لو مش متوضي اسمها هناك ده فيه عندي حدث أصغر محتاج أتطهر منه فبتوضي يبقى احنا بنقول اختصرا الوضوء يبقى أنا العلماء اختلفوا في دي ولكن تخفيفا يجوز لي أن أنا أخذ بالرأي الذي أجاز أن أنا أقرأ أو أمثل مصحف إذا ما كنتش متوضي لكن إذا كنت جنوب طبعا لا وضوء ولا قرأ ولا بالجونسي ولا لا الجنوب لا لا يقرأ حتى لكن يغتسل أما المرأة الحائل دي برضو عليها خلاف لكن الراجح لا هيجوز أنها تقرأ لكن بإيه بحائل زي ما حضرتك أو من وسيلة إلكترونية تليفون عايباد أو من حفظها لو هي حفظ القرآن فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى فضل واسع لم يغلق الباب من هذا أما عن النقطة الحركة الشرطة الثانية أن هي في المسجد ولا لا هل قراءة القرآن طبعا في المسجد أعلى مثلا أجر من غير المسجد بنقول إنه لو دخل المسجد وقصد إنه يروح المسجد عشان ينتظر الصلاة بجانب إنه يقرأ القرآن هو أخذ أجر انتظار الصلاة وأخذ أجر القرآن لكن هل قراءة القرآن شرطة في المسجد عشان تبقى أفضل لا يقرأ القرآن في بيته وفي شغله في المسجد في غير المسجد في الطريق في المواصلات زي ما قلنا في البداية فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى في شغله مش فوقت الشغل فوشغل وقت الراحة مش يعطى للناس ويقعد يشتغل ويقعد يقرأ القرآن ويسيب النساء نفترض إنه واحد عامل وحفظ القرآن هو بيشتغل أمن مثلا هو أصدك بزاعة طول الوقت لا رسم نيفل الباب للنس مش هيعطى له عن شغل مشكورة كفان شيخ عبد القادر الطويل عضو مركز الأزهر العالمي لفاته الإلكترونية نورتنا وشرفتنا وكلمتنا حديث مش شوق وجميل جدا أفضل وأداب وشكل الصحيح لقرآن القرآن الكريم في شهر شكرا جزيلا اللهم أنتوا لخير